تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة احتفلت جامعة حمدان بن محمد الذكية بتخرج تسع دفعات من برنامج الدبلوم المهني إعداد القادة الدوليين الذي يعد ثمرة الشراكة الفاعلة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث يونيتار من أجل تخريج أجيال قادرة على تمثيل دولة الإمارات في المنصات العالمية وجرى تخريج 150 منتسبا خلال حفل أقيم في الحرم الجامعي وشهد الحفل تسليم منتسب الدفعات التسعة من برنامج الدبلوم المهني إعداد القادة الدوليين شهادات التخرج باستخدام تقنيات بلوكشين